موسيقى اليوم نتحدث عن موهبة فنية أخاطت من أحلامها ورسمت على اللوحات مجموعة من الرسائل التي حاولت من خلالها إيصال ما يوجد بداخلها للعلن في معرض للفنانة تشكيلية الموهبة الشابة نتحدث هذا الصباح عن معرض ميئولون اللي تم تنظيمه بدعم من وزارة الثقافة وأيضا في متحف محمود درويش الراحل محمود درويش نتحدث في هذا الصباح عن المعرض والأحلام التي أحيكت من بعد هذا المعرض وضيفتنا فيها الأستوديو صفاء شقير يسعد صباحك يسعد صباحك ميساء وصباح المشاهدين ألف مبروك تنظيم المعرض صفاء الله يبارك فيك وهو كأول معرض كان بكل هذا الترتيب وكمان هاي تغطية الإعلامية الحلوة طبعا شعوري كان شعور بالسعادة أني وصلت لمتحف محمود درويش وأفتتح معهم معرض الأول ميئولون حالو كتير لفتني الأسم صفاء ميئولون يعني كتير سمعنا عن معارض بأسمة مختلفة ليش اخترتي ميئولون؟ ميئولون هو عبارة المعرض عبارة عن ثلاثين لوحة كل اللوحات مرسومة بالألوان المائية اللوحات الجميحة يعني كلها بالألوان المائية فأنا استوحيت الاسم من المي والوان لأنني بس بستخدم ألوان مائية والمي حالو فاليوم إحنا كمان بنحكي عن استخدامات مختلفة للأدوات الفنية ليش اخترتي الألوان المائية لحتى تعمل فيها ثلاثين لوحة يعني كمان أنه عدد كبير حاولت أني أوصل رسالة بأهمية الألوان المائية لأنه أنت بتحكي في فلسطين ما في معارض أنه بس خصوصي للألوان المائية أنت بس بتشوفي الزاوية بس ألوان المائية فأنا حبيت الألوان المائية هي ألوان مهمة مهمة جداً فحبيت أبين أهميتها ثلاثين لوحة عن شو تحدثوا؟ ثلاثين لوحة، المعرض كان ثلاثين لوحة استوحيتها من بيئتنا الفلسطينية والتراث المعماري القديم فكنت ما يخذتها من الطبيعة الفلسطينية وتراثنا حلو تراثنا الفلسطيني نحن حالياً عم نشوف صور من هون الافتتاح كان قبل أسبوع قبل أسبوع يوم الأحد حكينا عن أجواء الافتتاح كنت متوقعة هذا الإقبال من الناس صراحة ما توقعت الإقبال خاصة أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم ومن الدعم الدعم اللي قدموه لي طب، لما أنت حكيتي أنه كانت لوحاتك بتتحدث عن الفن المعماري الفلسطيني بمعنى أنت اليوم حاولت من خلال معرضك أنك توفقي هذا الجزء الهام من الموروث الفلسطيني أنا حاولت أقدم رسالي، رسالي رؤيتي لفلسطين من جانب فني فرسالتي كانت الحفاظ على تراثنا المعماري، تراثنا المعماري، تراثنا الثقافي، محاولات الهدم، محاولات الطمس، اللي كان وما زال يتعرض له تخصصت في منطقة معينة، حاولت جسدي مناطق معينة في لوحاتك؟ لا، ما كان، رسمت نابلس، نابلس القديمة، رسمت يافا، رسمت حيفا، رسمت زهر اللوز، رسمت كل بيئتنا الفلسطينية وكل طبيعتنا تعتقد هذا السبب اللي خلى وزارة الثقافة تتبنى مشروعك؟ المشروع لفتهم وزارة الثقافة والصندوق الثقافة الفلسطيني، أنا دعموني، كانوا هم الدعم الأول إلي حبوا الفكرة، حبوا المشروع، حبوا أنهم يقدموا للدعم كفنانة بتقيم معرض لأول مرة بعد التخرج، يمكن الإنسان ما بيكون عارف هو شو بده يعمل وين بده يروح خاصة اليوم نحكي عن واقع الفن أو الفنان الفلسطيني ما عمنا المؤسسات اللي تستوعبه هل كانت هاي النقطة هي البداية بمشوارك الفني؟ كانت بدايتي، وحبت أن تكون بدايتي معرض فني، فهو كان بداية مشواري لأني أنا خريجة جديدة من جامعة النجاح يعني إلى ثانية تقريباً بتخرجة، حبت أن تكون بدايتي معرض فني احكي لنا إذن عن فترة دراستك في الجامعة صفاء جامعة النجاح درست فيها أربع سنين، درست تخصص خزف، فأنا نمو لمواهبي كثير ساعدوني أني أنا أكتشف موهبتي، أطورها كثير دعموني دعموني أني أفتتح معرض، شجعوني على الفكرة، فكانت كان لها دور كبير في حياتي طب بتآمن بأنه الدراسة بتلعب دور في سقل شخصية؟ طبعاً، الدراسة هي كل إشي، هو كل إشي تنمي مواهبك، تطوريها، تكتشفي حالك شو شي تغير بعد الدراسة في فن صفاء؟ تغير أنه صار أسرة آمن أكثر بحالي، أنه عندي موهبة لازم أطورها، لازم أنميها لازم أصعى وأدور وأشوف إيش المجالات اللي لازم أدخلها يعني لكيت حالي، لكيت موهبتي، فإنه صار الدولة علي أني أنا أمميها وأطورها السؤال اللي سألتك يا تحت الهواء، أنه طب طالما أنت عندك موهبة، أنت كنت في المدرسة ومرحلة الدراسة ليش رحتي تخصص خزف، مش تخصص رأس المتصوية؟ الخزف، كثير أنا بحب الخزف، وكثير حبيت الخزف، حبيت أني أدخله وتخصص بس الرسم المائي جذبني الرسم الألواني والألوان المائية لأن الألوان المائية هي ألوان شفافة وألوان حساسة فإنت لما ترسمي في الألوان المائية، لازم يكون عندك القدرة أن تستخدميها طريقة استخدامها، فكثير حبيتها حالو، طب بعد هذا المعرض مي و لون، ثلاثين لوحة بتتحدث عن فلسطين التاريخية أو فلسطين المعمارية، صفاء سنوية تعمل، شو حاب تعمل شيء؟ حاب يكون إلي مجالات في الخزف، معارض في الخزف، مش بس أنه يقتصر على الألوان المائية أو معارض رسم حاب يكون المعارض لقدام، مش بس داخل فلسطين، خارج فلسطين، معارض في الوطن العربي، معارض عالمية لأقدر أوصر رسالتي عن فلسطين بتشعري هذا المجال سهل أو صعب؟ المجال مش سهل هو، بس بده إرادة، بده قوة، بده يكون عندك العزيمة والقدرة أنك تدخلي فيه شو أبرز الصعوبات ممكن تواجه خريج كلية الفنون في فلسطين؟ الصعوبات كخريج أنه ما بيكون عندك تجربة، ما بيكون عندك خبرة من قبل أنك تفوت في أي مجال، فلما تدخلي مجال الفنون بعد التخرج، بده يكون عندك الإرادة والقوة أنك تدخلي حالو، ناوية في كل مرة تتبني قضية ترسمي عنها صفاء؟ أكيد شو القضايا أنت بتؤمني فيها وحاب أنك أنت توصلي رسالتها من خلال فنك؟ البيئة، بيئتنا الفلسطينية، تراثنا المعماري، وخاصة أن البيئة الفلسطينية بيئة غنية غنية بتنوع الفصول وتنوع يعني فكلها فلسطين هي النقطة الأولى اللي حابة بإني ورسائلة أن أوصلها تكون عن فلسطين حالو، نحن أكيد نتمنى لك كل التوفيق صفاء شكرا لإستضافتكم، سعيدة جدا بتواجد معكم اليوم وإحنا كمان سعيدين جدا في تواجدنا معك ومنهنيكي على نجاح معرضك ولازم معرضك يزور المحافظات فلسطينية، بتوعدينا بهذا الشيء؟ أكيد، إن شاء الله إن شاء الله تعالى، كل التوفيق لإلك صفاء ومنتظر منك نجاحات أخرى وإن شاء الله بداية خير يا الله يسلموا لك شكرا لإلك شكرا لإشتركوا في القناة